مصر يبقى فيه احتفال وإحتفاء بنساء مصر العظيمات اللي تصدوا للمهمة من البداية ما ترجعوش أبدا حتى بعد ما بقى الوطن في مرمى الإرهاب والتطرف عايزين ندي تحية لها يعني لسيدات مصر بجد يعني من هنا من صباح الورد من تان تيفي تحية لسيدات مصر كل سيدة وكل أم وكل زوجة وكل أخت وابنة شهيد دول ليهم أعظم تحية مننا خلونا نرحب بدفتنا اللي منورنا نهاردة في ستوديو صباح الورد مدام مونة أمين حرم الشهيد مقدم مهندس أحمد أبو الدهب صباح خلال جيفان مدام مونة أهلا بحضرتك وتعيش وتفتكري دايما وعايزين نعرف من حضرتك اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهالي الشهداء بيمثلك ايه هو الحقيقة سيد الرئيس قبل كل المصريين الحفلة بتاعت صلاة العيدة اللي عملها للأطفال كان لها أثر جميل وطيب على الأطفال جدا أنه حسسهم أنه هم ولد أبطال أنه هم مش لوحدهم أنه هو باباهم اهتم بيهم في يوم زي دا أنه هو يكون معاهم كان أصارها طيب عليهم لما حضرتك بتبقي متواجدة في المناسبة معينة أو احتفال معين بيبقى فيه أكيد كواليس للأعدة مع سيادة الرئيس يعني أكيد بيقول لكم كلام أكيد بيحاول ياخد بخاطركم حتى يعني هنقدر إحنا عارفين أنه مفيش حاجة هتعوض بس أكيد بيبقى فيه كواليس للأعدات دي ممكن تقول لنا إيه الإحساس بيبقى ساعتها لو سيادة الرئيس بيتكلم مع حضرتكم طبعا شعور كويس وحلو طبعا أنا وقفة قدام الرئيس والأطفال بتحسي بتعويد يعني برضو يمكن حاجة معنوية شوية هل ده بتحسي بتعويد شوية يعني فيه اهتمام فعلا متمثل في سيادته يعني مش ناسي مش ناسينا ومش ناسي أولادنا وأن دوت حاجة كويسة طبعا حضرتك ممكن تعالي صوتك شوية حضرتك صوتك رائيق جدا فأحنا عايزين حليك تعالي صوتك شوية حتى الناس تسمعنا بقول لحضرتك إن هو طبعا دي حاجة كويسة إن احنا أولادنا يعني محدش هينساهم وأن هم بيحيوا ذكرى الأبطال دول طبعا دي حاجة كويسة جدا أستاذا مونع أنا عايزة أعمل بقى يعني زوم أكتر على زوجة الضابط بشكل عام يعني طبعا إحنا بنقول وراء كل رجل عظيم امرأة وراء كل رجل نجح امرأة ولكن دايما المهن اللي هي ليها طبيعة خاصة قوي زباط شرطة زباط جيش وطبيعة المهنة معرضة حياته مباشرة للخطر فأنا عايزة أعرف منك حياتك كزوجة يعني حياتك كزوجة زابط أما قررت أنك تتجوزي رجل يعمل في هذا المجال الخطر يعني أعتقد أن حياتك معايا كانت عاملة إزاي لأنه أنت بتبقي زوجة غير أي زوجة تانية وبتستحملي ظروف غير أي زوجة تانية يعني فعلا بتكون ليكي ظروف خاصة فحكي لنا يوميات زوجة زابط بتبقي عاملة إزاي؟ أنا عايزة أقول لحضراتك أن أنا والدي برضو كان زابط شرطة فلما أحمد الله يرحمه تقدم لي كان هو أصلا كان مهندس فلما ماما عارفت أنه هو زابط وكده قاليش لي لا مش عايزة أتقرر يعني طبعا حيات الزباط صعبة يعني أنت دلوقتي عشتيها كابنة وعشتيها كزوجة فحكي لنا إحساسك كان إيه كابنة وإحساسك كان إيه كزوجة أمه قالت لي لأ مش هتشوفيه في العيد مش كده يعني قالت لي لأ فطبعا هو قال بس هي يعني وغد على الحياة ديت فأكيد هتستحمل يعني وكده فطبعا هو كان بيطلع مأموريات في سينة استطلاع وكده لأنه كان شغال في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فطبعا كنت بخاف طبعا عليه وكده هو بس طبعا هو بيبقى عمره هو طلب الشهادة ونالها لأن تقريبا كل اللي استشهدوا كانوا بيتمنوا الشهادة حقيقي يعني ربنا نولها لهم أحياء عنده ربهم أستاذ مونا يمكن كنا لسه أنا وحضرتك كنا برة شوية ومعا عندها فكرة الصحافة وكنا لنا تعليق أو ليك تعليق بالأخص على موضوع المسلسلات كنت حكيتي معي بتقولي المسلسلات بتعرض آه حياة الزباط إحنا عارفينها كان ليك تعليق أو كواليس عايزة تحكيها تفضل آه بالنسبة للمسلسلات اللي بتتعرض دي بتجيب حياة الزباط اللي كلنا عارفينها إحنا عايزين حاجة بتتعامل عن حياة الشهدة يعني أسرة الشهيد بعد أما بيستشهدوا حياتهم عاملة إزاي لو حتى هتتلاخقني مثلا 30 حلقة في كل حلقة يجيبوا قصة شهيد حياة أسرة الشهيد بعد يعني إزاي مثلا طب تقدري تدينا كده سريعا يعني طبعا الحياة غير الأول خلص مهما كنتي حضرتك متوقعة ويعني الحياة زي ما أنسي عارفها من الأول زي بداية الجواز أن الحياة صعبة كده كده مع الزابط لكن الحياة يعني حصل فيها إيه بعد الاستشهاد؟ أنا يعني مثلا بالنسبة لي أنا طبعا لما أحمد الله يرحمه كان موهود ما كنت اشتغيلة مسئولية قوي يعني كنت يعني كنا بنشارك بعض فبعد ما استشهد حسيت أن المسئولية كبيرة علي طبعا إيه أهم الصعوبات اللي بتواجه زوجات الشهداء بعد استشهاد يعني رب الأسرة؟ أهم الصعوبات إن إحنا نحس إن نحسس ولادنا إن هما ما فقدوش الأب أهم حاجة هي الولاد اتعاملتي مع النقطة دي إزاي؟ أنا الولاد الكبار كانوا فاهمين شوية لكن الصغيرين ما يستوعبوش يعني إيه موت وستشهاد ولا التالي وصلتها لهم إزاي؟ أنا طبعا معي أربع أولاد معي محمد ولجيني ومصطفى وبثان دائما ببقى أعمارهم إيه؟ محمد رايح تاني عدادي ولجيني رايحة شمسة ابتدائي ومصطفى وبثان رايحين أولى ابتدائي فطبعا هما طول الوقت الكبار عارفين إن باباهم ده بطل وشجاع إحنا معنا صور الأولاد والدعين بقيه عن هوا؟ أه الصورة محمد ولجين لأنه طبعا بالنسبة لي هو شهيد غير عادي لما إيجا تكلم عليه بأتكلم بفخر وعزة طبعا كلنا بنتكلم بفخر عن شونا ده لأنه ما كانش في ساعات شغله ده كان مروح بس طبعا إيه اللي حصل بقى؟ كان مروح ولبس لبس ملكي عادي وعربيته الخاصة عادي يعني مش ميري خالص ولما شاف بنتين بيستغيثوا بأي حد وبيصرخوا طبعا ما قدرش يتردد إن هو ينقذهم طبعا في 2013 دي كنا بنسميها ستانة سودة طبعا البلطاجية كتير وما كانش طبعا حد بينزل خالص سواد في كل حد فقيق فهو حاول يعني ينقذ البنتين؟ كان ناتجتوا إن هم إن هو استوش يتدربوه في دناغ وبخارطوش طبعا قعد أسبوع في غايبوضة في المستشفى ما ماتش في ساعتها طبعا كان بيتكلم ولا بيسمع ولا أي حاجة خالص طبعا أنا بالمناسبة دي بشكر طبعا سيادة الرئيس وقيادات الجيش والشرطة طبعا وقياداتنا وزارة الداخلية إن هم دايما بيروا أولادنا وبيروا أبناءنا بيعملوا لهم حفلات لما بيتفوقوا بيحفزوهم إن هم يطلقون المتفوقين يعني بيروهم ومعمل لنا أقداره في العلاقات الإنسانية بسمها أقدارة الشهدات اللي عنده بيبقى أي مشكلة أي حاجة طبعا بيروح على طول الإدارة ومحمد بيابو المجا ومدير العلاقات على قبيل أحمدي طبعا كلهم بيرخبوا بأي حد ويعني مش نسينا الحمد يعني طلبك الوحيد إن الدراما لما تيجي تعرض الشهداء أو تعرض حياة الزباط تعرض حياة زوجات الشهداء ما بعد الاستشهاد حياتهم اليومية والمشاكل اللي بيقابلوها والصعوبات اللي بيقابلوها يعني ده برضو موضوع مهم ممكن لناقشه طبعا في فقرتنا الفنية وضفنا على الفنان أحمد فؤاد سليم هنتكلم معها طبعا عن تأثير القوى نعمة وضورها في توعيد يعني الشعب فبرضو حضرتك أثرت نقطة مهمة ممكن نتكلم فيها معي ونوصل له الرسالة مشكرك شكرا جزيلا مدام منا أمين حرم الشهيد مقدم مهندس أحمد أبو الدهب نورتين يا فنان مشاهدينا نسفكم دلوقتي مع فاصل ونرجع مع آخر فقراتنا وفقرتنا الفنية مع النجم أحمد فؤاد سليم خليكم معنا